بسم الله الرحمن الرحيم تدريبات على الدرس الأول نصائح غالية تدريب في عشر دقائق ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي الآيات الكريمة من صورة لقمان عليه السلام نعم صح إجابة صحيحة النهي عن المنكر يجب أن يكون بشدة وعنف خطأ بل يكون بلطف وحكمة الأعمال الطيبة طريق لامتلاك قلوب الناس إجابة صحيحة الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين صح التباهي بالجاه والمال من مظاهر التكبر صح إجابة صحيحة املأ الفراغات في المخطط التالي من نصائح لقمان لابنه إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى والمصائب وأيضا التواضع وعدم التكبر على الناس وعدم المشي بغرور وتكبر وأيضا التواضع والاعتدال في المشي وخفض الصوت وعدم التحدث بصوت عال مزعج في ضوء فهمك النص أكمل الجدول التالي كلمة لطيف معناها رفيق بعباده وعليم بصغائر الأمور وخفاياها اقصد يعني اعتدل وتوسط مثقال يعني وزن أو مقدار والجمع مثاقيل اغضض يعني اخفض والمضاد ارفع وجهر مرحا أي فرحا واختيالا وتكبرا والمضاد تواضعا أسئلة اختيار من متعدد من نصائح لقمان لابنه الصبر على الأذى ألف وباء وجيم لم ترد في هذه النصائح التي معنا أما من النصائح التي وردت الصبر على الأذى أراد لقمان عليه السلام من وراء نصحه لابنه أي ما الهدف من هذه النصائح أن يجعله يمتلك قلوب الناس من آداب الحديث التي وردت في الآيات التي معنا آداب الحديث التي وردت في الآيات خفض الصوت هذه من آداب الحديث أيضا ولكن هو يريد التي وردت في الآيات التي معنا خفض الصوت كل ما يلي من نصائح لقمان لابنه ما عدا أداء الأمانة أيضا من آداب المشي الاعتدال بين الإسراع والإبطاء كلمة المعروف وكلمة المنكر بينهما تضاد يوضح المعنى تنكير كلمة حبة ليفيد التقليل أي شدة الصغر يفيد التقليل وشدة الصغر أسئلة متنوعة قال تعالى يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزن الأمور اختر الصواب مما بين القوسين لما يلي كلمة خردل خردل هو نبات عشبي صغير جدا يضرب به المثل في الصغر كما كلنا في الشرح مضاد اصبر اجزع تصغير بني لإظهار لإظهار الحب والحنان الضمير في إنها الضمير في إنها الضمير ها يعود على الأعمال يعود على أعمال الإنسان سواء كانت حسنة أو سيئة كما كلنا في الشرح هنا في النحو يريد استخراج اسما استخرج اسما معربا وآخر مبنيا الاسم نعرب نقول مثلا مثقال وحبة وخردل الكلمات في اللغة العربية معربة ما عدا بعض الأسماء تكون مبنية كما شرحنا في درس النحو فهنا الاسم المبني الاسم المبني ممكن نقول ما اسم موصول فهو مبني ذلك اسم إشارة فهو مبني أيضا الضمير ها هو ضمير والضمائر تكون مبنية تجلت قدرة الله تعالى في الآية الأولى وضح ذلك هو يريد شرح هذه الآية فنقول تجلت قدرة الله عز وجل في أن السيئة أو الحسنة مهما كانت متناهية الصغر ومخفية في باطن صخرة أو في السماوات أو في الأرض فإن الله يأتي بها يوم القيامة هذا يدل على قدرة الله عز وجل ويحاسب عليها فالله عالم بكل شيء ولذا يجب علينا أن نخشاه ونراقبه في السر والعلانية من المخاطب في الآية الثانية المخاطب هو ابن سيدنا يقمان عليه السلام وبماذا يؤمر بماذا يأمره يؤمر بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الآذى وقد يكون السؤال بدلا من بماذا يؤمر ما الوصايا التي اجتملت عليها هذه الآية كما قلنا هذه هي الوصايا ما الجمال في وصف حبة بمن خردل هذا يدل على شدة الدقة والصغر وصف حبة بمن خردل للدلالة على شدة صغرها ودقتها فحبة الخردل هي أصغر ما يدرك بالحواس وأيضا يوحي بسعة علم الله تعالى ما الجمال في قوله تعالى إن الله لطيف خبير نقول هو أسلوب مؤكد بإنا ويدل على سعة علم الله عز وجل بعباده وخبرته بأحوالهم وأيضا تعليل لما قبله وأيضا لطيف وخبير جاءت نكرتين لإفادة التعظيم والتعبير بصيغة المبالغة في لطيف وخبير لطيف تفيد تمام وكمال لطف الله وخبير تفيد سعة علم الله وكماله ما الجمال في قوله تعالى أقم الصلاة وأمر بالمعروف أسلوب أمر في أقم وأمر أقم الصلاة وأمر بالمعروف للحث والنصح والإرشاد أكمل لو التزم ابن سيدنا لو التزم ابن سيدنا لكمان عليه السلام بالنصائح التي أعطاها له أبوه لأصبح ناجحا في حياته وقوي الشخصية وامتلك كلوب الناس ومحبتهم وأيضا يرضى الله عز وجل عنه السماوات والأرض بينهما تضاد قيمته يوضح المعنى ويؤكده يجب ألا يغطر الإنسان بنفسه وأن يخفض من صوته فأسوأ وأقبح الأصوات هو صوت الحمير اكتب مما حفظ ما يدل على ذلك هما الآيتين 18 و 19 قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور اختر الصواب مما بين القوسين لما يلي المراد بعزم الأمور أي الأمور الواجبة أمور الواجبة عليك معنى تصعر خدك أي تميله تميل خدك تكبرا وعجبا مضاد مختال أي متواضع ما الوصايا التي اجتملت عليها الآية الأولى؟ هذه الوصايا هي المواظبة على أداء الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها في أوقاتها المحددة ودعوة الناس إلى فعل الخير ونهي الناس عن فعل الشر بلطف وحكمة والصبر على ما يصيبه من أذى في سبيل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في الآية الثانية نصيحتان وتعليل لهما وضح ذلك النصيحتان لا تتكبر على الناس أو تتطاول عليهم لا تمشي بين الناس مغرورا متباهيا بما لديك من مال أو سلطة التعليل هو لأن الله عز وجل لا يحب كل متكبر كيف تكون هذه الوصايا وسيلة لامتلاك قلوب الناس حينما ينفذ الإنسان هذه الوصايا ويعمل بها يرضى عنه الله عز وجل ويجعل الناس يحبونه ما علاقة قوله تعالى إن ذلك من عزم الأمور بما قبله هو تعليل للأوامر السابقة أقم وأمر وانهى واصبر أكمل يا بني أسلوب نداء يفيد التنبيه والحب والإشفاق لا تصعر خدك أسلوب نهي غرضه النصح والتحذير تحذير من التكبر والتعالي مختال وفخور نكرتان للتحقير قال تعالى واقصد في مشك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير اختر الصواب مما بين القوسين لما يليه مراد في اقصد أي اعتدل وتوسط معناها اعتدل وتوسط معناها اغضض أي اخفض أما المضاد ارفع مضاد أنكر أي أعذب وأحسن وأجمل الإعراب واغضض فعل أمر مبني على السكون أنكر إنا إن أنكر اسم إنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة ورد في الآية القرآنية الأمر مقرونا بسببه الأمر هو واغضض من صوتك وسببه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الأمر اخفض من صوتك ولا ترفعه السبب لماذا يعني لماذا السبب هو فالصوت العالي المزعج يشبه صوت الحمير القبيح الذي يكرهه الناس الآيات الكريمة درس تربوي يعلم الآباء كيفية نصح أبنائهم وضح ذلك من خلال فهمك النص نقول الأبوة مسؤولية أمام الله تعالى وعلى كل أب أن ينصح ابنه بما يجعل الله يرضى عنه ولذلك ينصح لقمان ابنه بأمور تضمن له الفوز بالدنيا أو في الدنيا والآخرة حيث ينصحه بتجنب كل ما يغضب الله عز وجل كما ينصحه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى وعدم التكبر على الناس وخفض الصوت وضح الجمال في قوله تعالى اقصد في مشيكا وقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير اقصد في مشيكا اقصد أسلوب أمر يفيد النصح والإرشاد ويدعو إلى الاعتدال في السير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أسلوب مؤكد بإنا واللام في خبرها في خبر إنا كلمة صوت تصوير للصوت العالي المزعج بصوت الحمير مما يوحي بقبح هذا السلوك ونفور الناس منه وأيضا تعليل لما قبلها هات من الآية الكريمة ما يأتي أسلوب أمر وبين غرضه أسلوب الأمر اقصد واغضد والغرض هو النصح والإرشاد والدعوة إلى الاعتدال في السير كلمة اقصد والدعوة إلى الهدوء والوقار في كلمة غضد كلمة وجمعها كلمة صوت وجمعها الأصوات إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر وصايا تعرضت لها الآيات اكتب مما يحفظ ما يدل على ذلك في الآية 17 قال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور من امتحانات المدارس قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور اختر الصواب مما بين القوسين لما يلي معنى تصعر خدك أي تميله أي تميله أو تميله تكبرا وعجبا ولا تمشي في الأرض مرحا الآية تنهى عن الخيالاء والكبر وتجاوز الحد في الفرح من الناصح؟ سيدنا لكمان عليه السلام ولمن يوجه نصائحه يوجهها لابنه في الآية سلوكيات تضمن حب الناس وضحها هذه السلوكيات هي عدم التكبر على الناس لا تتكبر على الناس أو تتطاول عليهم وأيضا لا تمشي بين الناس مغرورا متباهيا بما لديك من مال أو سلطة لماذا؟ لأن الله لا يحب كل متكبر إن الله مطلع على كل أفعالنا وأقوالنا اكتب الآية الدالة على ذلك وهي الآية 16 قال تعالى يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير قال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اختر الصواب مما بين القوسين لما يلي مراضف المعروف أي الخير والإحسان تصغير كلمة بني يفيد إظهار الحب والحنان بما ينصح لقمان ابنه في الآية السابقة وما أثر العمل بهذه الوصايا ينصح لقمان ابنه بالمواظبة على أداء الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها وأيضا بدعوة الناس إلى فعل الخير وبالنهي نهي الناس عن فعل الشر وأيضا بالصبر على ما يصيبه من أذى في سبيل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ما أثر العمل بهذه الوصايا نقول تلك الوصايا من الأمور التي ينبغي الحرص عليها فهي من الأمور الواجبة فهذه الأعمال هذا هو الأثر تمنح الإنسان الشخصية القوية القادرة على أن تسود بين الناس وأن تتعامل بحكمة في كل الأمور استخرج أسلوبا مؤكدا وبين أداته الأسلوب هو إن ذلك من عزم الأمور والأداة أداة التوكيد هي إنا ما الجمال في قوله تعالى واصبر على ما أصابك نقول هو أسلوب أمر لأن نصبر فعل أمر أسلوب أمر للحث والنصح والإرشاد وأيضا صور الأذى بسهم يصيب الإنسان وما هنا تفيد العموم والشمول اكتب الجملة التالية بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى كن صبورا على شدتك يستجيب الكون لإرادتك كن صبورا على شدتك يستجيب الكون لإرادتك لتركتك